وينضم إلينا من تونس المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل سيد عز الدين اليوم غسان سلامة يعني ربما أراحى واصطراح وقال تصريحا لا تلميحا لا حلا سياسيا حاليا في ليبيا هل معنى ذلك أن علينا أن ننتظر طرفا من أطراف الليبية يقوم بفرض كلمته العسكرية على الجميع ثم يبدأ المجتمع الدولي في التعامل معه تحياتي لكم أخي الكريم ولمشاهديك أهلا الكرام في ظني أن هذا ما تراه أنت من خلال هذا الذي ضمنته في سؤالك إنما في ظني أن المحك الحقيقي هو ما يجري في جنوب العاصمة اليوم وذلك القوس الذي بات يتحرك نحو المركز بشكل طويل في ظل انهيار الميليشيات واعتقد أن انتصار الجيش في معركة تحرير طرابلس هو الذي سيحدد كل شيء وهو الذي سيعيد الأزمن ليبيا برمتها إلى أيدي ليبيا خالصة بإذن ما جرى اليوم في ظني أنه كان كارثيا على رأس صاحبه فرغم أن غسان سلام رفع رأسه بكل غطرصة وقال بأن ليس المطلوب هو حدود هدنة وإن موقف هذه الحرب إلا أن تصريحاته كانت كارثية على رأسه بدايةً هو اعتبر بفشله الدريع مسبقاً عندما تحدث عن انقسام في مجلس الأمن ولا اعتقد أن هذا الانقسام ناشي عن وضع طاري بل هو ناشي عن اختلاف مصالح الدول بل إنه عدد أسباب أو أدلة هذا الانقسام عندما قال بأن خمسة جلسات حصلت في مجلس الأمن كانت فيها إحاطة للأمير العام وأربع إحاطات له ومع هذا قال بحسرة بأن مجلس الأمن لم يصدر ولا حتى إعلان صحفي ثم ذهب الرجل إلى وضع كارثي أسوأ من ذلك عندما اعترف في ظل إصراره على أن الحل سياسي في ليبيا إلى أنه لا يعرف المشكلة السياسية أصلاً هذا الذي يقول بأنه يحتاج إلى حل سياسي عندما قال بأنه ذهب إلى الأطراف الليبية المتصارعة وسأل كل منهم ما هي المشكلة السياسية التي بينكم هذا يعني أن الرجل لا يعرف أصلاً ما الذي يجري بين الليبيين وهذا يعني أيضاً ويؤكد بأن الأزمة في ليبيا كما كررنا وقلنا مراراً هي أزمة أمنية الحاجة للقضاء على الميليشيات الجهوية والقبلية والإرهابية وتلك التي تعمل في مجال الجريمة المنظمة والذي لن يتم إلا عبر استخدام معوى للجيش هو الحل الرئيس في ليبيا وليس إشراك أمراء حرب ارتكبوا انتهاكات خطيرة وهم لا يملكون أي رؤى سياسية أو أي إشكال سياسي مع الشعب الليبي في هذا الحل السياسي الذي من فك هذا السيد يتحدث عنه وهو أثبت اليوم بأنه لا يعرف حتى ما هو مصدر مشكلته الأصلية اسمح لي سيد عزي الدين يبدو أننا بحاجة إلى إعادة السؤال اسمح لي يعني السيد غسان سلامة قال لا حلاً سياسياً حالياً في ليبيا هل يعني ذلك أن المجتمع الدولي أن الأمم المتحدة تنتظر الطرف الذي سينتصر في المعارك الدائرة حالياً في ليبيا ثم تتعامل معه هذا هو لب السؤال تفضل لا أحد ينتظر شيء أخي الكريم ليس هناك شيء اسمه الأمم المتحدة الأمم المتحدة هي عبارة عن سكرتيريا مجموعة سكرتيريا من مجموعة من الموظفين الشبه العاطلين عن العمل الذين يختاتون على دماء الشعوب من يحكم العالم هو هذا المجلس الذي يسمى بمجلس الأمن وهناك كما قال هو وكما قال زميله الجهناوي بأن هذا المجلس يعاني انقساماً حاداً وهذا الانقسام يعود إلى اختلاف أو خلاف حول مصالح الدول المعنية أصلاً تجاه الأزمة الليبية لأن معظم هذه الدول أدركت الآن وبما لا يدع مجالاً لشك ومن خلال الجريمة التي ارتكبها تحالف مجلس الأمن الناتو في ليبيا في 2011 عندما أسقطوا الدولة الليبية سقوطاً حراً وعندما اختزلوا النظام في الجيش ومنظومة الأمن القومي ومزقوهم كل ممزق واستبدلوهم بمنظومة الميليشيات اللعينة الآن هم اكتشفوا على الأقل بعض الدول الكبرى أن الحل في ليبيا هو حل أمني ولهذا هم يمارسون الحوال الآن ويمارسون إشاحة الوجه عن الجيش حتى يزم هذه العمليات التي هي الأصل وهي الأساس في استعادة سيادة وهيبة الدولة الليبية كيف سيكون الحال إذن في ظل أن السيد غسان سلامة المبعوث الأممي شيئنا أم أبينا أن الأمم المتحدة شيئنا أم أبينا لم تؤيد طرفاً على حساب الطرف لم تعطي حقاً شرعياً حتى لطرف على حساب الطرف حتى اللحظة كيف سيكون الحل لا لا نحتاج لكي نشأ أو نأبى هنا ولا أعتقد أن لغسان سلامة هذا أي قيمة الآن هناك دول كبرى تدعم العملية العسكرية عملية تحرير العاصمة من الإرهاب ومن التطرف هي تعرف تماماً بأن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة وهيبة الدولة الجيش لديه مشروع سياسي جاهز وهو استنساخ التجربة التي قام بها محمد تنطاوي في مصر عقب سخوت مبارك مجلس عسكري بحكومة كفاءات تستطيع أن تسير الأعمال ترمم الأبن القومي وكذلك تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية وبمجرد انتصار الجيش وانتهاء العملية العسكرية في طرابلس سوف تعود العملية السياسية برمتها إلى أيدي الليبية خالصة وعندها نستطيع أن نتذبر أمورنا نحن وفقاً لتقارير التنمية البشرية في الأمم المتحدة ليبيا لديها أكبر زاد من الخبرات والكفاءات القادرة على قلع شوك بلادها بأيديها المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل كنت معنا من تونس فشكراً لك